بنمدأ نشرتنا الرياضية مع فريق النادي الأهلي اللي تعرض له الهزيمة من ساندونز الجنوب الأفريقي بنتيجة 5-2 في المباراة اللي تلعبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ومن ناحية تانية خرج مارسل كولر المدير الفني للأهلي وعلق على خسارة الفريق من ساندونز وقال ببارك لفريق ساندونز على الفوز والأهلي لعب بشكل غير موفق في الشوط الأول جذفنا في الشوط الثاني علشان نرجع المباراة ولكن ساندونز استغل المساحات واعتمد على الهجمات المرتدة لسه مع دوري أبطال أفريقيا وفاز فريق الوداد المغربي على باترو أتلاتيكو الأنجولي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في مسابق دوري أبطال أفريقيا ونروح لمنافسات بطولة كأس العالم للخماس الحديث تم تتويج البطل الأوليمبي المصري أحمد الجندي نجم منتخبنا الوطني للخماس الحديث بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم للخماس الحديث واللي بتستضيفها مصر وجي تتويج الجندي بالميدالية الذهبية بعد حصوله على المركز الأول بمجموع نقاط 1516 ونروح لنتائج مباريات الدوريات الأوروبية ونبدأ بالدوري الإنجليزي حقق فريق تشلسي فوز كبير جدا على لاستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب كينج باورد ضمن منافسات الجولة السبعة وعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز كمان خسر فريق ليفر بول من فريق بورنموث بنتيجة 1-0 في المواجهة اللي جمعت الفرقتين مباراة ضمن الجولة السبعة وعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي يورجين كلاب المدير الفني لفريق ليفر بول علق على الخسارة اللي طلقاها من فريق بورنموث وقال إن المباراة مش يتعكس ما كنا عايزين نشعر بخيبة أمل كبيرة جدا وفي الدوري الألماني حقق باين ميونيخ فوز كبير على فريق أوكسبيرج بنتيجة 5-3 في اللقاء اللي جمع الفرقتين على ملعب أليان زقرينا ضمن منافسات الجولة السبعة وعشرين من مسابقة الدوري الألماني أما في الدوري الأسباني فحقق فريق ريال مدريد فوز مستحق على إسبانيال بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم مبارح على ملعب سانتياجو برنابو ضمن منافسات الجولة الخمسة وعشرين من مسابقة الدوري الأسباني من ناحية تانية أكد فريق أكد كارلو أنشلوتي مدرب فريق ريال مدريد أن فريقه كان محتاج يفوز مبارح بعد عدم تحقيق الانتصار في آخر 3 مباريات خصوصا أن الانتصار جاي قبل مواجهة ليفربول إنجليزي الصعبة في لقاء العودة من دوري 16 في دوري أفطال أوروبا واللي هيتلاعب يوم الأربع الجاي أعلن شافي هرناندز مدرب فريق برشلونة الإسباني جاهزية البولندي روبرت ليفندوفسكي للمشاركة أمام أتلاتيك بلباو النهاردة في الجولة الخمسة وعشرين من مسابقة لا ليجا على ملعب سان ماميس والشافي ليفندوفسكي بيتضرب مع المجموعة من يوم الخميسة اللي فات خلصت نشرتنا الرياضية وعودة لبسانتو أحمد لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة